يوصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا أطلق التحالف قافلة طبية بحلوان شملت خمسة خصوصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم جهود متواصلة لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كل الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا حيث تجددت هذه المرة بإطلاق القافلة الطبية بحلوان القافلة شملت خمسة تخصصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين كنا بنشتغل تحت مظال التحالف الوطني نحن كراعي مصر النهاردة داخلين القافلة متواجدين في القافلة في منشية جمال عبد الناصر التابعة لمنطقة حلوان معنا حوالي ستة تخصصات معنا رمض معنا عظام معنا جلدية معنا بطنة معنا نسا بالعلاج بتاعه بتاع كل تخصص يعني نحن الآن مشاركين في قافلة التحالف الوطني في منطقة حلوان من خلال خمسين متطوع بنشيك في تنظيم القافلة بداية المستفيد أن هو داخل من على البوابة مرورا بالشادر مرورا أنه يدخل للعيادة أو أنه يكون بسلم الكارتون الهدف الأساسي نحن بنوصل على أهلنا بنكشف على مرضى العظام تمام في العيادة بنعمل فحص بنشوف المريض محتاج حاجة لو فيه أشعات أو تحاليل بنكتبها للمريض تمام والمرض بيتابع معنا سواء بيجيب لنا التحاليل أو الأشعات في مكان نحن بنحدده وتابع المؤسسة تمام أو بيتواصل معنا مثلا على التليفون عن طريق الواتساب أو لحاجة تمام بنصرف أدوية للمرضى نحن النهاردة بنشارك في القافلة التبية في منطقة حلوان معنا عيادة عظام، عيادة نسع، عيادة رمض، عيادة جلدية، عيادة أطفال، عيادة بطنة القافلة التبية بحلوان شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أشادوا بجهود التحالف الوطني وتقديم الخدمات المختلفة لهم والعمل على تلبية متطلباتهم المعيشية وتقديم خدمة صحية متكاملة هنا التنسيق زي الفل اللي عاديين على الكمبيوتر تسجيل خدمة إلكترونية زيهم زي التأمين بتنظيم دور صف حريم صف رجالة التنظيم زي الفل القافلة كويسة جدا تمام يعني ربنا خليكوا لينا تعبناكوا معنا الدكاترة بيعودوا بيسمعوا الكلام لغاية الآخر أنا أول ما جيت دخلت جبت قدمت البطاقة بتاعتي أدوني ورقة الكشفة على الرمض دخلت كشفته شيء ممتاز والله جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم تتوقف عند هذه القافلة فقط بل شملت أيضا توزيع 220 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة أبو العنين لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحن نقدم أدوية لكل المرضى اللي جم كشفوا نهاردة ووفر رعي مصر الأطباء نعم وفضل تعالى احنا برضو بنقدم النهاردة الكاراتين التامونية مئات الكاراتين التامونية احنا بنوزعها النهاردة تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين هو ما يميز عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يأتي ترجمة للتعاون الذي يتم بين منظومة عمل التحالف ومؤسسات الدولة كافة بتواجدهم في جميع المحافظات للتخفيف عن المواطنين محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة